أهلا بكم الحقيقة أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن ينظر إليه من حيث الخدمات التي يمكن أن يقدمها تحت عنوانين العنوان المعنوي السياسي والعنوان العسكري الميداني ففي العنوان المعنوي السياسي سيظهر تحالفا دوليا تقوده الولايات المتحدة الأمريكية دائما لحكومة كييف وهذا يعطي كييف بشكل أو بآخر نفسا أو دعما لمواصلة القتال ورفض الاستسلام في النقاط التي تتحصن بها ورفض التنازل على طاولة التفاوض ما يعني أن هذا الدعم المعنوي يعطي حكومة كييف قدرة على الاستمرار في المواجهة وعدم الرضوح أما من الناحية الثانية وهو العنوان الأهم العسكري الميداني والمساعدات فهذا الاجتماع يمكن أن ينظم عملية تقديم المساعدات العسكرية لحكومة كييف تحت إطارين أو في إطارين إطار المساعدات العسكرية العينية كالأسلحة والذخائر التي تطلبها المعركة والمواجهة وهذا أمر مهم جدا لحكومة كييف خاصة وأن زيلنسكي ناشد الحلف الأطلسي وناشد ما يسميه حلفائه الغربيين أكثر من مرة لتقديم الأسلحة والذخائر وكان دائما يقول أن ذخائره قيد النفاذ أما النقطة الثانية فيمكن أن تتطفق الأطراف المعنية على إفادي خبراء بشكل سري وصحيح أن اليوم موجود هناك خبراء من الحلف الأطلسي ومن الدول الغرب في أوكرانيا ولكن قد يكون إرسال هؤلاء بعد هذا الاجتماع بشكل منظم أكثر ولكن الحديث دكتور أمين بأن هذه الاجتماعات لن يكون لها نتائج ملموسة أي لن يكون هذا الدعم سريع هل هذا هو الوقت للحديث عن الدعم المستقبلي لأوكرانيا أي بعد أن تنتهي الحرب بعد انتهاء هذه الحرب رغم أن هذه الحرب لم تضع أوزارها بعد أنا أعتقد أنه من مفاعل مثل هذه الاجتماعات أو يرتقب من مثل هذه الاجتماعات إعطاء إشارة أو إحاءات لحكومة كييف بإطالة أمد الصراع أو تقبل فكرة إطالة أمد الصراع الولايات المتحدة الأمريكية من مصلحتها أن تكون الحرب طويلة المدى في أوكرانيا وكما يقال أنها ستكون سعيدة جدا أن تقاتل روسيا على الأرض الأوكرانية حتى آخر أوكراني ولهذا السبب مثل هذه الاجتماعات قد توحي بأن هناك إمكانية لإطالة أمد الصراع عندما يلوح للحكومة في كييف بأن هناك دعم سيأتي عليها أن تصمد وعندما تعطى قدرات عسكرية تمكنها من تعويض ما خسرته خاصة ونحن نعلم كما بات مروجا أو منشورا أن أكثر من ثلثي القدرات العسكرية لحكومة كييف قد دمرت سواء القدرات العسكرية القتالية المباشرة أو القدرات المخزونة وهذا الأمر إن لم يعوض فإن حكومة كييف ستجد نفسها مضطرة للاستسلام هذا الحديث نعم سيادة العميد حديث رئيس الوزراء الأوكراني في واشنطن يتحدث عن نصر عن أي نصر يمكن أن يتحدث ما مدى واقعية هذا الكلام يعني هذا يستطيع أن يمرر كلامه على البلهاء السطحيين أما من ينظر في واقع الحال فهناك تعريف نصر للمدافع وتعريف نصر للمهاجم المهاجم يكون منتصرا عندما يحدد هدفا ويصل إليه والمدافع يكون منتصرا عندما يمنع المهاجم من الوصول إلى أهدافه اليوم نحن إذا نظرنا في الخريطة الميدانية وفي الاشتباكات السياسية نجد أن روسيا حققت أكثر من 70% من الأهداف التي وضعتها لعملياتها في مرحلتها الأولى ترجمة نانسي قنقر